اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ طهر حجار بحر هذا الأسبوع برؤساء وأمناء الجمعيات الطلبية المعتمدة بالقطاع وذلك لفتح وتجسيدي مبدأ الحوار حول جملة انشغالات الطلبة داعينا الطالب إلى التركيز على التحصيل العلمي والبداغوجي حنان هارون خياطي حضرت اللقاء وعادت لنا بالتقرير التالي تجسيد مبدأ الحوار والاستماع الانشغالات الطلبة لتغليب مصلحة الطالب في التحصيل العلمي اعتبر خطوة مهمة في لقاء تشوريا عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطهر حجار برؤساء وأمناء الجمعيات الطلبية المعتمدة بالقطاع مشيرا في ذات السياق أن مصلحة الجامعة على رأس الأولويات كل ما هو معتمد من منظمات طلبية ونقابات أستاذة ونقابات باحثين ونقابات عمال نحن نتحاور معهم باستمرار وبدون قطاع في شكل لقاءات جماعية وأيضا في شكل لقاءات ثنائية فنحن لم نغلق الباب أبدا للمنظمات وللنقابات المعتمدة أقول المعتمد تأسيس جمعية طلبية أهن وسلم مش ممنوع تأسيس نقابة تعل أستاذة أو تعل عمال مش ممنوع ولكن هناك قواعد في هذه الدولة ويجبع الجميع أن يحترمها فنحن لم نقصي أحدا الذين أقصوا أنفسهم هم الذين لم يحترموا القوانين أكد وزير القطاع أن أبواب الحوار مفتوحة للممثلين الحقيقيين لطلب المعتمدين قانونا وزارة تعليم العالي فتح باب الحوار وبالحوار نستطيع أن نحل المشاكل في هدوء بغير اللجوء إلى بعض الأساليب ملتوية لتحاول أنها تبعت الطالب إلى تجاه عكسي لتجاه صحيح وبتالي نحن رسالة نوجوها للطالب الجزائري نحن موجود تنظيمات طلابي على مستوى الجامعات ما عليهم غير يقدموا المشاكل تحب عقلية الحوار هذه لازم تتكرس عند الطلب الجزائري لأنه لغة الحوار أنك تملك فكر ومؤسس قانونا وعندك المادة الأولية التي تتكلم بها هناك نقائس كبيرة في قطاع تعليم العالي والبحث العلمي لكنها ليست نقائس التي تستوجب علينا أن نقوم بإضرابات وشل القطاع نحن دائما في الاتحاد لعم طلب الجزائريين كنا من دعاة الحوار ومن دعاة فتح أبواب الحوار أمام التنظيمات الطلابية كاملات تدارس أوضاع الجامعة والتكفل الأمريكي أمثل لانشغالات الطلبة جاء في سياق دعم ركائز الحوار الثنائي بين الوصاية وممثلية الحركة والمنظمات الطلابية المعتمدة كما نشير أن وزيرة تعليم العالي والبحث العلمي شدد على إجراءات تأديبية ومتابعة قضائية في حق كل من يغلق باب الجامعة شكرا شكرا